كامسة الخير وإهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضراتكم والبداية نبارك نبارك ونهاني طبعا على العرض والنتيجة الرائعة اللي ابتدى بيها مشوار منتخبنا الوطني في تصفيات كبس العالم والشيء الحقيقي اللي كمان يزود فرحتنا شوية بالشوء الكبير اللي عمله منتخب مصر هو تعادل المنتخبات الأربعة اللي موجودة معنا في المجموع يبقى كده مصر في صدارة برصيد 3 نقاط بعد كده بوركينا فاسو سيراليون غينيا بيساو إثيوبيا نقطة وحيدة لكل واحد من المنتخبات الأربعة وفي مؤخرة الجدول أو مؤخرة الترتيب هيكون منتخب جيبوتي قبل 24 ساعة من مواجهة مصر وسيراليون الجولة التانية في تصفيات كبس العالم بكرة في ليبريا حقيقة يمكن كل اللي حصل في الجولة الأولى شيء رائع باستثناء المشهد الأخير المشهد اللي حقيقة يمكن لغاية النهاردة ما يكونش واضح لكتير مننا قرار فيتوريا باستبعاد طريق حامد إمام عشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب أو من رحلة المنتخب لسيراليون طبعا الباب ما تقفلش والكلام اللي تقال إنه الباب مفتوح لرجوحهم مرة تانية في مناسبات أخرى ولكن خلينا نتفق أولا إنه ما فيش حد أكبر من المنتخب مصر لا جهاز فني ولا نادي ولا لاعب ولا حتى اتحاد الكرة نفسه منتخب مصر يأتي في المقام الأول قبل كل شيء وأي خروج على النص بالتأكيد من حق الموديل الفني إنه يتعامل معاه لكن المطلوب مزيد من التوضيح مزيد من الشفافية ليه بقول الكلام ده؟ واحد طبعا طريق حامد إمام عشور حسين الشحات التلاتة لعيبة كبار والتلاتة إضافة لمنتخب مصر والتلاتة ممكن تراهن عليهم في مشوار طويل وخصوصا مشوار أمم أفريقيا وأعتقد إنه فيتوريا ممكن يكون بيراجع حساباته لكن الأهم إنه فيه تفاصيل الناس من حقها تعرفها صلاحيات المدير الفني بالتأكيد محدش يدري يكلم فيها هو صاحب القرار الأول والأخير لكن هو بياخد قراراته مطلوب يوضح ده للجمهور مطلوب يوضح ده للأندية مطلوب يوضح ده للعيبة نفسها الكلام كله طبعا على فكرة عدم مشاركة السلاسي في التدريب اللي اتعامل بعد المباراة للعيبة اللي مشاركتش كلام عليه أو لي وعليه وفيه ناس كتير ومعلوماتي مؤكدة من ناس كتتحضرها في الملعب إنه اللعيبة شاركت في التمرينة وفيه تأكيدات من المسؤولين في التحاد الكرة إنه اللعيبة ما شاركتش وفيه تأكيدات تالتة بتقول إنه اللعيبة شاركه بس مش بالجدية الكاملة وبالتالي بالتأكيد من حق الناس إنها تعرف وخصوصا إنه في النهاية دول ثروة قومية يعني سواء لأنديتهم اللي يهمهم جدا إنه ما بقاش فيه أثر نفسي سلبي على لعيبتها اللي بتشتغل الأندية على تطوير مستوية عشان في النهاية تقدمهم لمنتخب مصر ولينا سوابق كتير جدا في القصة دي آخرها طبعا كيروش أنا مش عايز أقول أسماء لعيبة لكن تأثير التعامل النفسي للمدير الفني لمنتخب مصر مع كتير من اللعيبة أثر عليهم بشكل كبير جدا في مرحلة ما بعد المنتخبات عشان كده أنا استحسنت جدا 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 قرار إدارة النادي الأهلي بالتحيي في الوقع والتواصل مع المسؤولين في منتخب مصر عشان يعرفوا التفاصيل الجزء الثاني هو العقوبة بالتأكيد كل عقوبة لها حجم معين من الخطأ تستحق توقيع عقوبة ما على الأسماء واللي هنا القصة مش قصة شحات ومش قصة طارق ومش قصة إمام عشور قصة قاعدة إحنا بنرسيها قاعدة إحنا منتفقين إن إحنا يتعامل عليها مبدأ بيتم إرسائه عشان يتعامل على أساسه الجميع بعد كده هل عدم مشاركة لعيبة في ميران أو مشاركتهم بمستوى معين من الجدية أو مستوى معين من اللام وبالا سميها زي ما تسميها تستدعي خروجهم هذا العقاب الشديد من معسكر منتخب مصر واستبعدهم من مشاركة في مبارات سيليون أشك أشك إنه ده يكون قرار مرتبط بالوقع دي على وجه التحديد وللأسف الشديد فيه ناس كتير جداً بتتكلم عن طرف ثالث فيه ناس كتير بتتكلم عن طرف ثالث ما وصلش أو وصل المعلومة بشكل خاطئ للمسؤول الأول على منتخب مصر هو روي فيتور فالليحنا بنرجوه بس في النهاية الأخطأ ياخد عقاب بس الأهم إنه يبقى فيه مزيد من الشفافية في توضيح حجم الخطأ وليه كان قرار العقاب بالشكل ده أعتقد ده هو الشيء الوحيد أو الحاجة الوحيدة اللي تحفظ لكل الناس حقوقها فأعتقد إنه النادي الأهلي يهمه جداً 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 وبيضع دايماً منتخب مصر في المقام الأول مصلحة المنتخب فيه مصلحة أي نادي والأهلي الحقيقة ليه مواقف كتير جداً أثبتت ده وبالتالي لو كان فيه حد أخطأ محتاجين نفهم إيه هو حجم الخطأ وليه تم وقوع العقوبة بالشكل ده